معنا الآن سعادة العقيد هيثم مشلين مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييكم في الفترة الأخيرة شهدت العاصمة الصنعاب وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية تشيعات يومية أو شبه يومية لجثامين القتلى الحوثيين التي قتلت من إيران أبطال الجيش الوطني في عدد من الجبهات لو تحدثنا بشكل مستفيد حول هذه النقطة بالذات بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة لا زالت الميليشيات الحوثية تنتحر على أسوار محافظة المأرب سواء في جبهة نهم أو في جبهة ماهلية وكذلك في محافظة الجوف حيث تقحم كثير من أبناء الشعب اليمني المغرر بهم من أبناء القبائل البسطة في معركتها الخاترة حيث توهم كثير من عامة الناس بأنها تسيطرت على محافظة المأرب وغيرها فتقحم كثير من الناس بسباجة بالغة فيلقى كثير من أبناء من هذه العناصر الميليشيات يلقوا حدثا على أسوار هذه المحافظة الأبية المعارك حقيقة هي على أشدها تجري في شرقينهم تحديدا وفي مديرية مجزر في واجح الحلان وفي محيط مع الترمات المعارك تجري بقوة حيث تمكن الأطار الجيش الوطني من استدراج الميليشيات الإنقلابية في عدة كماء نفذت خلال هذه الفترة الماضية فتلقت فيها الميليشيات خسائر فادحة وأنتم ترون اليوم تكمن القوافة التي تقدمها التي تخترها الميليشيات وهي حقيقة بدأت حتى لا تعطيهم أي أهمية بل تتفاخر بهذا الكمة الهائل من أبناء الشعب اليمني الذين يطلون في سبيل مشروعهم السلالي والطائف نعم قبل أقل لأشرت إلى أن هذه الميليشيات الحوثية تعطي أتباعها أو توهمهم بالانتصارات الوهمية تزيف الواقع تماما نعم نعم حقيقة هي فعلا تستخدم هذه الإشاعات التي تسعى منها إلى كسب وجمع أكثر عدد ممكن من المقاتلين إلى صفوفها أو من أبناء الشعب اليمني المغرض على أمرهم إلى صفوفها نعم وفي الحقيقة هم يلقون في محارق يومية أو شبه يومية على أبطال أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المعارف مستمره يومية نعم هل من مباشرات خلال الأيام القادمة؟ أبطال أيدي الجيش الوطني وأذن واجبهم كما يناطبهم المعركة قائمة هو بمتابعة وإشراف من قيادة زر الدفاع زيارة مستمرة هو تمتابع على مدار الساعة للأخوزير الدفاع ورئيسيها الأركان العامة وباهتمام بالغ من الأخ فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكذلك نائب الأخ نائب رئيس الجمهورية المعارف مستمرة أصلاً الزيش الوطني لا يركزون أو لا يجعلون هدفهم إلى مدقة جغرافية محددة عينهم على صنعاء عينهم على تحرير الوطن لأن القبولية هي تحرير تحرير سلاحة ومتابعة عرادة أن تعد بالمجدية إلى الظلم الزمن إذن العقيد هيثم منشلين المدير المركز الإعلامي القوات المسلحة شكراً جزيلاً لك